بسم الله الرحمن الرحيم اهلا وسهلا بكم عزيزي الطلاب مرة ثانية سنستكمل معا نحل المثال السابق واللي كان فيه سبع اجزاء مطلوبة عندي حلينا منهم اربعة في الدرس السابق ونستكمل مع بعض خمسة وستة وسبعة وحزاوت كمان مطلوب عشان نشوف ازاي ممكن نوجده مطلوب رقم خمسة probability of x واحتمال انه ال x او يزيد العمر عن خمسة وستين ساعة زي ما قلنا ان احنا بنحول دايما ال x الى z 65 ازاي احولها من القيمة 65 الى قيمة معيارية بنترح الوسط اللي هو كان ميو بتساوي 80 ونقسم على الانحراف المعياري سجما اللي كان عندي في المثال بيساوي 10 فيكون عندي الناتج احتمال انه زد تكون اكبر من سالب واحد ونصف طبعا عارفين ان التوزيع متماسل حول الصفر اي ان المساحة ناحية اليمين بتساوي نصف الجدول لا يعطي المساحة من صفر الى سالب واحد ونصف انما يعطي المساحة بالتماثل من صفر الى موجب واحد ونصف نوجدها حلعيها صفر فاصل اربعة تلات تلاتة اثنين نجمعها على النصف يكون الناتج سفر فاصل تسعة تلاتة تلاتة اثنين نطلوب رقم ستة كان احتمال ان يكون العمر بين ستين وتمانين ساعة هنضع الاكس في الممتصف نحولها الى زد الاكس اكبر من او تساوي ستين اقل من او تساوي تمانين كما هو مطلوب في المسألة الستين كيف نحولها الى زد ستين هنطرح منها الميو التمانين واقسم على الانحراف المعياري عشرة طيب التمانين كمان بنحولها ازاي بنطرح منها التمانين ونقسم على العشرة ستين ناقص تمانين بسالب عشرين على العشرة سالب اثنين تمانين ناقص تمانين صفر على اي شيء بتساوي صفر اذا ارغب في ايجاد المساحة ما بينه سالب 2 و صفر للمتغير العشوائي زد زي ما احنا عارفين أن هذه المساحة المحصورة لا يعطيها الجدول الجدول يعطي للقيم الموجبة باستخدام خاصية التماسل حنوجد من صفر إلى موجبة 2 هذه المساحة أو القيمة طلعت عندي بصفر فاصل أربعة سبعة سبعة اثنين المطلوب رقم سبعة كان احتمال أن يكون العمر بين تسعين ومية وخمسة طريقة أخرى للحل لإني أحول المتغيرات أو القيم إلى زد أولا ثم أضعها في صيغة الاحتمال تسعين كيف نحولها؟ ناخد تسعين ناقص ثمانين على عشرة عشرة على عشرة بتساوي واحد مية وخمسة ناقص ثمانين على عشرة الناتج بيساوي اتنين ونص مية وخمسة ناقص ثمانين على عشرة بيساوي اتنين ونص أوجد القيمة الاحتمالية ما بين تسعين يعني أكبر من أو يساوي تسعين ومية وخمسة أقل من أو تساوي مية وخمسة أي بين الواحد وما بين الاثنين ونص هذه المساحة من واحد إلى اثنين ونص الجدول لا يعطيها ولكن الجدول يعطي المساحة من صفر حتى اثنين ونص وبعدين نطرح من المساحة من صفر إلى واحد فتأنشأ عندي مساحة مطلوبة ما بين واحد وما بين اثنين ونص لما وجدنا المساحة من صفر إلى اثنين ونص أو بحصنا عنها في الجدول أمام 2.5 أسفل صفر فوجدناها 0.4938 لما بحصنا عن المساحة من صفر إلى واحد وجدناها صفر فاصل 3413 وكان الناتج بالطرح 0.1525 بلاحظ عندي هنا أن الاحتمال حينما يكون بين قيمتين موجبتين يعني ناحية اليمين بناخد القيمة الكبيرة نائس القيمة الصغيرة نستطيع أن نختصر الاحتمال في الصيغة هذه فاي 2.5 نائس فاي 1 ويكون الناتج عندي 0.1525 ضفت مطلوب أنا ثامن احتمال أن يكون العمر ما بين 65 إلى 105 كالعادة سنحول X إلى Z سد وكل قيمة إلى قيمتها المعيارية 65 نائس 80 على 10 بتساوي سالب 1.5 105 نائس 80 على 10 بتساوي 2.5 أي أن المطلوب هو إيجاد المساحة من سالب 1.5 حتى القيمة 2.5 هذه المساحة 0 إلى 2.5 أستطيع إيجادها من الجدول مباشرة صفر السالب 1.5 نوجدها باستخدام خاصية التماسل ما بين صفر وموجب 1.5 من الجدول مباشرة نجمع المساحتين على بعض فحيديني 0.4938 زائد 0.4332 الناتج سيكون 0.927 بلاحظ هنا أنه المساحة المحصورة إذا كانت بين قيمتين سالبة وموجبة بنجمع المساحتين المحصورتين أو المساحة المحصورة بين القيمتين سالب 1.5 وموجب 1.5